نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من رمالة سيد حافظ البرغوثي الكاتب والمحلل السياسي سيد حافظ بداية ما الذي تلتقط من إشارات من الحديث المثار حاليا حول المستوى الذي وصلته العلاقات الإسرائيلية القطرية شوف هذه العلاقات قائمة منذ فترة طويلة ولا أحد ينكرها وهناك اعتراف قطري بها واعتراف إسرائيلي بها منذ سنوات طويلة الجديد فيها أن هناك مصالح مشتركة برزت في الآونة الأخيرة حول قضية غزة وجاء هذا الاجتماع بعد اجتماع سابق عقده جريمبلات والمنذوب القطري لدى حماس محمد العمادي عقد عدة اجتماعات مع الإسرائيليين لبحث وضع غزة والتقى أيضا جريمبلات الوزير الخارجي القطري في الدوحة ثم جاء هذا الاجتماع لأسباب مختلفة الاجتماع في قبرص كان في سياق رؤية قطرية لخدمة مشروع صفقة القرن لأسبابها القطرية يعني بمعنى آخر أن قطر تريد المشاركة في صفقة القرن في جزئية غزة حتى تسجل نقاط على دول الخليج الأخرى طيب هل نفهم أن حدود أو الاهتمام القطري لا يتوقف عند حدود إبرام اتفاق تهدئة في غزة بين حماس وإسرائيل بل يتعدى إلى أكثر من ذلك نعم هناك مصلحة قطرية في إظهار الولاء للولايات المتحدة وأنها بعكس الدول العربية الأخرى ستشارك في صفقة القرن في قضية غزة ومن ناحية أخرى تريد عرقلة الجهود المصرية لأن هناك صراع سياسي بين مصر وقطر على الساحة في غزة قطر تريد تنفيذ خدمة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتركية بإيجاد مخرج بحري لغزة عبر قبرص حيث جرى الاجتماع بين الوزير القطري والوزير الإسرائيلي ولكن سيد حافظ وقيل أن الوزير ولكن مرضو هناك من يقول أن القطريين لا يتحركون بعيدا عن اتفاق مع واشنطن فيما يتعلق بهذا الحراك المتعلق بإبرام اتفاق للتهدئة بين حماس وإسرائيل في غطاء غزة لا هم يتحركون ضمن هذا لأسبابهم كما قلت يريدون مشاركة في صفقة القرن بعكس الدول العربية الأخرى في جزئية غزة وثانيا لتقرب من الولايات المتحدة بأنهم في صراعهم في نزاعهم مع دول الجوار في الخليج العربي ومصر هم أفضل من غيرهم وبالتالي لهم أسبابهم سواء السياسية تجاه الولايات المتحدة أو تجاه جماعة الإخوان المسلمين لكن كما علمت أن كوشنر زارها بعد من دوب إسرائيلي زارها قبل فترة زارت ذوحة وطلب مالا لتمويل مشاريع غزة ولتمويل حماس بعد أن رفضت السلطة المشاركة في هذه الجهود لأنها تخرج عن نطاق السلطة وتدخلها في دوامة جديدة فأيضا وذهب كوشنر في زيارة سرية وقال للقطريين دوركم تنوي لي ولا تعرقلوا الجهود المصرية لكن قطر لا تستسلم بمثل هذه السؤولة تريد أن تكون لها يد في غزة هذا هو الإطار الذي تتحرك فيه قطر نعم شكرا لك وشكرا لانضمامك إلينا سيد حافظ البرغوثي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من رمالله ترجمة نانسي قنقر